بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي أسئلة خمسة قبل أن ندخل في الدرسة بسم الله والسلام على رسول الله بنا أعطي درستا بس كتابنا أقشنا أعطي بش سؤال ما أعطي لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا يمكن التوحيد بالنس؟ حق الله العبيد ولا أقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل الذي يريه ولا أدخل الجنة لم أحد لأنه الله سبحانه وتعالى أي عمل الذي يريه لماذا ندرس التوحيد من هذا الكتاب؟ لماذا ندرس التوحيد من هذا الكتاب؟ نسيحة العلماء لأنهم نسيحة هذه الأمور السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ نقول لنا لذلك لا تسر عنه في قبرك ما الفائدة من التوحيد من الاسئلة؟ ما الفائدة من التوحيد من الاسئلة؟ بإذن الله الاجابة عن أسئلة القبول قلنا محتوى هذا الكتاب يحتوي هذا المتن على أمور خمسة المسائلة الأربعة المسائلة الثلاثة قلنا المسائل الأربع سورة العصر علم وعمل ودعو وصور المسائل الثلاثة الثلاثة اقسام التوحيد لماذا ندرس التوحيد؟ شارح الثلاثة الثلاثة السنة القبر الآن سننتكلم عن قسم الأول المسائل الأربع سورة العصر لابدنا تعلم أولا فإذا تعلمنا لابد النعم بيبليلذي تعلمنا وتعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا بيبليل ولابد من الصبر أن نصبر أولا على العلم ثم نصبر على العمل ثم نصبر على الدعوة صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسرة اللَّذي يتعلم ولا يعمل في شبه باليهود وليس يعمل بلا علم في شبه بالنصار أي أحد من الناس مسلم أو كافر عندما تسأل هل تريد الربح أو الخسارة أو يقولوا يريد الربح الذي يريد الربح لا بد أن يأتي بهذه الأمور الأربعة ولا بد أن تجاهد رفسك بهذه الأمور الأربعة أن تتعلم و تعمل و تدعو و تصبر يقصم العلماء رحمه الله تعالى الصبر إلى ثلاثة أقصاد صبر على طاعة الله حتى تؤدى الصلاة والصيام والحج صبر على الفرح تسمع عن المحرمات المترجم للغاية لتفهم